موسيقى على مدى أيام تحولت مراكش من عاصمة للسياحة العالمية لقبلة للروادي في التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والنهضة الرقمية عاصمة النخيل توافد عليها في الدورة الثانية من جايتكس أفريقيا التي تحظى بالرعاية الملكية السامية أزيد من 1500 عارض يمثلون أكثر من 130 بلدا شركات عالمية رائدة في التكنولوجيا شباب طموح أبدع في إنشاء مقاولات ناشئة مسؤولون حكوميون ممولون الجميع اجتمع في جايتكس أفريقيا المنصة التي حققت نجاحا باهرا في نسختها الثانية وأشهدت التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم للتعاون مع مقاولات مغربية ودولية كما شهدت أيضا فوز المديرية العامة للأمن الوطني بجائزة ريادة للحكومة الإلكترونية في صنف أفضل سجل معلوماتي للمعطيات العمومية على الصعيد الوطني أهلا بكم مشاهدين نحييكم في هذا البرنامج الخاص وفيه عين على جايتكس أو جايتكس أفريقيا أكبر حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في القارة الأفريقية يحضروا معي في هذا العدد الخاص أمين سامي وهو خبير في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات أهلا مرحبا بك سامي أهلا شكرا على الدعوة شكرا على الاستضافة أهلا مرحبا بك كما يصرني أن أرحب بزهير الاخديسي مستشار في التحول الرقمي سيزهير أهلا مرحبا بك شكرا جزيلا على الاستضافة ترحيب موصول أيضا بأمين سنوني أمين أستاذ جامعي في علوم المعلومات والبيانات أهلا مرحبا بك أمين مرحبا الأستاذ نوفر ومسأخي المشاهد الكرام أهلا ومرحبا بكم جميعا قلنا في البداية جايتكس جيتكس دلالة على معرض دوليا ربما تغير لفظ الاسم بالنسبة له ولكن لا ضرر ولا درار أن نعود إلى الأصل لأن الناس لازمنا في النسخة الثانية الناس سمعوا عن هذا المعرض الذي شغل الناس اجتمع فيه مئات العارضين حضر فيه مسؤولي صنع للقرار السياسي رواد في عالم تكنولوجيا الحديثة في زمن ربما فيه قطار إن لم تركبه فقد فاتك في هذا المجال والمغرب مقبل على إطلاق استراتيجيته الرقمية في البداية معك أستاذ أمين سامي لمن لا يعرف شنه جايتكس أو جيتكس جايتكس هو منصة لمناقشة منصة متميزة لتبدل الأفكار وريادات الأعمال خاصة بشركات النشئة التي تشتغل في مجال التكنولوجيا نعم فهذا جايتكس الأصل ليه كان في دبي نعم فاليوم بشاركة بين المغرب والإمارات العربية المتحدة تم تأسيس جايتكس أفريقيا لأيضا مساعدات المغرب من أجل التطوير وأيضا مساعدة القارة الإفريقية في النهوض بكل ما هو رقمي ومواكبة تحول العالمي في المجال الرقمان واقتصاد البيانات جميل بشكل كبير الأصل كان في الإمارات وممن حضر نسخته في 2021 على ما أظن حضرت لي وأشت برواق المملكة المغربية اليوم لدينا الحمد لله علاقات طيبة مع دولة الإمارات وأعتقد أن مركز دبي التجاري العالمي شركة كون هي المندوب الخاص به وبالتالي هي التي تنظم مع المملكة المغربية اليوم جايتكس أفريقيا ما بين دبي ومراكش أين نحن أين نحن ونحن في نسخة جايتكس الثانية وصراحة أولا هذا فخر لازم أولا أننا نهنقوا المغرب نهنقوا وكالة التحول الرقمية والوزارة للانتقال الرقمية لأنه حدث عالمي كيجي للمغرب جايتكس أنا شاركت فيها ربما من أكثر من 15 سنة ونحن كان شاركوه ودائما قد اكتسؤول دي لماذا المغرب لم يكن حدث من نفس النوع هذه مسألة التي يجبنا أن نأكد عليها أن هذه مسألة إيجابية جدا أن المغرب ينضم حدث عالمي في هذا المجال ويبلي مركز عالمي وإن كان فقط في أسبوع ولكن مركز عالمي دي التكنولوجيا الحديثة شاهدنا شركات عالمية قامت بمجموع من الإعلانات ومن التوقيعات في خلال هذا المعرض الآن الإيجابيه أنا لاحظت أنه قيمة الزائرين في المغرب أحسن بكثير من قيمة الزوار في جايتكس في دبي وإن كان عدد الزوار في جايتكس دبي أكبر بالطبع ماذا تقصد بالقيمة؟ نوعية المشاركين؟ نوعية المشاركين نوعية الزوار التي نأتون للمعرض وطبيعة النقاشات اللي كنتم لأنه أولاً بعد ذلك كل المغرب يكون حاضر جميع الشركات الكبرى جميع رؤساء ومديري الشركات الكبرى في المغرب يكونوا حاضرين في هذا المعرض ثانياً مجموعة من الشركاء العالميين ربما الذي ينقص هو أننا معناش اسم لافت في الأسماء في الكينوت سبيكر أو الأسماء اللي كتقوم بالإلقاء كلمات في البداية ربما دبي استطعت أنها تجلب في مراحل معينة أسماء كإيلون موسك وأسماء غيرها ولكن بالمقابل كما قلت عندنا الحضور نوعي لا نحملهم ما لا يحتملون نسخة ثانية قد نشاهد بيل جيتس ولا تشاهد إيلون موسك كما قلت في نسخة مقبلة لا يمكن أن نقارن مع الجاية تكتوباي الذي له سنوات بالطبع بالمقابل عندنا حضور وزاري مهم على مستوى إفريقيا حضور وزاري مهم على مستوى العرام العربي أيضا وهذه مسألة إيجابية جدا فأنا كما قلت يعني أنا بسبب لي هذه هذه مفخرة بالطبع الهدف ليس هو فقط أن يكون الحدث ولكن الهدف ما بعد الحدث من توقيعات هذا ما سنناقش معكم بعد قليل ولكن وددت التمهيد لمن يتابع ولمن لا يعرف لكي يتعرف وإيانا على هذه المنصة التي اليوم تنتقل من آسيا من دبي إلى القارة الأفريقية لتكون تحت الرعاية الملكية السامية وكما أراد المغرب أن يكون مترافعا عن القارة الأفريقية حتى في إطار التكنولوجيا الحديثة وهي التي يقال اليوم بأنها من سترسم مستقبل القارة الأفريقية أمين الرقمنة قبل أن تكون وسائل لوجستيكية وأفكار خلاقة ومقاولات مبدعة هي ثقافة تامر أستاذ نفل أعتبر أنه رقمنة تعتبر لبناء أساسية في بناء المجتمعات المتطورة والمتقدمة حاليا على اعتبار أنها يجب أن تكون ثقافة سائدة في المجتمعات من خلال تشجيع المواطنين والمواطنات على الأهمية التي تكتسيها الرقمنة من خلال تبسيط مساطرهم وحياتهم اليومية وكذلك الولوج لخدمات ذات جودة في وقت وجيز بغض النظر على العوامل والإكرهات الزمانية والمكانية التي تطرحها تلك تنقلات بعد مرات تتكون كثيرة تتكون كذلك بعد مساطر بيروقراطية إلى آخر من أجل أن تكون التكنولوجيا لها صدق وأن تنجح يجب أن تكون هناك ثقافة وهذه الثقافة تأتي بتأطير الفئتين الفئة التي ستقوم بإطلاق هذه المنصات حتى لا تكون فقط عبارة عن ذكر في أوفضاء يعني موضوع ولكن دون استغلال واستثمار وهنا نتكلم عن العائد من الاستثمار من الاستعمال لأنه يمكن أن تكون هناك منصات بدون زوار بدون أن تكون عندنا المؤشرات دالة على نجاعة هذه المؤشرات في النساق الآخر نجده في الطرف الآخر هذا المواطن وهذه المواطنة لخاصة كذلك يكون هناك نوع من المواكبة من تحضير لاستعمال هذه التكنولوجيات حتى الطرفين معا يعني من ينتج ومن يستهلك هذه التكنولوجيا يمشي في التقافة ذي التكنولوجيا الحديثة والرقمية وهذه من الصلاة الرقمية أو الرقمانة يكون عندها يطبط حال الصيد والتوسع لأن في آخر المطاف لما كانش عندنا هذه العاملين تتبقى عبارة عن مبادرات معزولة منصات معزولة وإحنا الهدف دينا كمغرب الذي نطمحه إليه على المستوى التكنولوجي وخاصة مع تزامن هذه الاستراتيجية الرقمية للأفين وثلاثين مثلا مع أحداث كوبرا سيحسن ديناها المغرب هو أنها ما تكونش فقط مبادرات معزولة إنما تكون التقائية بين السياسات العمومية في المجال الرقمي صحيح وجميع يعني قطع العام والخاص معا ينساهمين طبعا الحال في جعل الاقتصاد الرقمي رافعة من أجل تحقيق النمو نسب النمو تزيد علاشه باعتماد على الاقتصاد الرقمي كيف لو يحقيق تقريبا ما يناهي 13 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي الاقتصاد الرقمي تشكلها بنسبة كبيرة التي تضاهي 15% من نسبة الاقتصاد العالمي وبالتالي المقاولات تقريبا من 2004 و2003 نتكلموا على النموذج اقتصادي الذي يعتمد على الرقمنا للبيزنس مودل والديجيطال بيزنس مودل اللي بدأتوا شركات كبيرة وعملاقة في الولايات المتحدة الأمريكية اللي خلات أنه كان فقط من الصرقمية المواطنين تمشي من الصرقمية بيحصل على الخدمة بدون التقاء مباشر بيحصل على الخدمة وهذا المنتج وليست خدمة فقط وربما أيضا حتى إنشاء المقاولة اليوم لم يعود هناك مجال للاحتكاك بالإدارات ووثائق يتم المصادقة عليها من هنا وهناك بل بإمكانك باستخدامك للعالم الديجيطال أن تقوم بإنشاء مقاولة وأن تحصل على تراخيصها المطلوبة مختلفة عن ما سبق والشركة المنظمة أو حتى الوزارة الراعية الكل يجمع على أنها ناجحة بامتياز وقد حققت أهدافها نقول 1500 عارض 130 دولة ممولون وقد وقعوا مجموعة من الشراكات خبراء ورواد في المجال أكثر من 25 مشروع جديد تم مناقشته وطرحه خلال جايتكس مراكش 2024 لأول مرة طبعا مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال كانت حاضرة ولها أروقة على مستوى المملكة المغربية الوزارة تمكنت من دعم 200 مقاولة ناشئة من أجل أن تكون لديها أروقة داخل هذا المعرض هذه ربما من أبرز المميزات التي ميزت هذه النسخة ما المتحقق من ذلك لأنه قد يبدو للبعض يقول لك المشاريع رائدة وماذا سيستفيد مقاولات ناشئة أو ماذا استفدو أصحاب وأرباب المقاولات محاضرات فيما يخص التكنولوجيا الحديثة قد نجد تفاصيلها في محرك البحث فنريد أن نفصل أكثر لكي يفهم الناس ما حدث بالفعل في جايتكس ولماذا هذه المنصة سحح اليوم النسخة الثانية حققت نسبة النجاح 70% من الشركات التي جاءت بالمقارنة مع النسخة الأولى بالإضافة كما جف الإحسائية التي تكرت 1500 عارض و200 من الشركات الناشئة المغربية نقدر نقول اليوم بأن جايتكس أفريقيا هو سيليكون فالي المغرب وسيليكون فالي ديال أفريقيا لهذه الدرجة لهذه الدرجة لماذا؟ أنا نعطيك كما أذكر الأستاذ أمين أن الاقتصاد أو اقتصاد البيانات يشكل اليوم 13 تريليون دولار هذا الاقتصاد الرقمي دول وحيدة فقط تدخل 80 مليار 120 مليار كمداخل يعني ميزانية الدول وغادي فوت غاز وبيترو وغادي فوت غاز وبيترو فبالتالي اليوم نقوله 15% 13 تريليون دولار تشكل 15% من الاقتصاد العالمي هذا على المستوى العالم على المستوى العربي الاقتصاد الرقمي يحقق بحلول 2030 غادي وصل 400 مليار دولار بين قوسين الإمارات هي الأولى عربيين اليوم صحح فيما يخص الاقتصاد الرقمي وهذه دراسة أنجزها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي صحح إذن 400 مليار دولار بحلول 2030 مقابل 91 مليار دولار اللي حققها في 2021 تقرير البنك الدولي توقع أن يصل ناصيب ناصيب الفرد داخل من خلال الاقتصاد الرقمي إلى 40 غادي يرفع ناصيب الفرد بـ 40% إذن اليوم هذا نحن أمام اقتصاد جديد اقتصاد اللي هو اقتصاد البيانات بشكل كبير ما شي غير غادي يحول الاقتصاد الرقمي ولكن سيحول بلاد اليوم السؤال المطروح كيفاش هذا الاقتصاد اليوم يكون رافعة بشكل كبير على المستوى الوطني ولكن أيضا يحقق الالتقائية بين السياسات العمومية وتنزيلها على أرض الواقع من أجل خلق اتنمية مستدامة مندمجة ترابية تراعي الاهداف ديال اتنمية المستدامة هدف اقتصادي من خلال خلق فرص الشغل هدف اجتماعي من خلال تحسين الخدمات وهدف بيئي من خلال المحافظة على البيئة ومواجهة التحديات المناخية وتنزيل أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع جميل من بين مزايا هذا اسمح لي سنضيف واحد العمل اليوم سنفصل بأن الولايات المتحدة في 2020 حقات حجم الاقتصاد الرقمي 13 تريليون دولار الصين حقات 50 تريليون دولار أي حوالي سبعة 50 تريليون يوان حوالي سبعة تريليون دولار سنة 2023 السعودية 124 مليار دولار سنة 2024 إذن نحن اليوم أمام أرقام مهولة اقتصاد قائم بحد ذاته ولكنه يسير بسرعة قصوى ولماذا نقول بأن المغرب اليوم سيجني ثمار احتضان هذا المعرض وهذه التظاهر الكونية البارزة وسيمنح أيضا لأفريقيا نصيبا من هذا السوق العالمي المزدهر والمتقدم بسرعة قد لا يتصورها البعض أريد أن أعطي أمثلة وليس في ذلك إعلان لأنها لا تحتاج للإعلان أن تحضر معك على سبيل المثال أوراكل الرائدة في تكنولوجيا المعلومات وتوقع اتفاقية مع المملكة المغربية عبر وزارة الانتقال الطاقي وإصلاح الإدارة أن تحضر شركة فيزا سواء المغرب أو بشقها العالمي أن تحضر مايكروسوفت أن تحضر هواوي نحن نتحدث عن صناع ورواد تكنولوجيا الحديثة فيما يخص هذا العالم القديم الجديد لأنه ليس اليوم انطلق فرصة مواتية لكم خبراء لحميلي المشاريع للمقاولات الناشئة التي تعمل في المجال أولا للحصول على المعلومة من المصدر للحصول على الاستراتيجيات التي تخص تطوير إذكاء اصطناعي وتكنولوجيا حديثة وإلى غير ذلك وفي نفس الوقت عرض تلك الأفكار الخلاقة التي يمكن أن تحصل من خلالها على ممولين هذا يدفعني للسؤال اليوم 200 مقاولة شاركت فيما تعمل فيما تبدع ما هي أفكارها أين مجالات عملها لكي تستفيد مما سبق ذكره من مقاولات ومؤسسات عالمية رائدة أمتازة أخي نوفل أنا فقط أود أن أرجع بعدها لهذه النقطة للشركة بحل أوراكل لأن المسألة مشي مسألة يعني جانبية كمسألة أساسية أوراكل قامت بتوقيع عقد مع الدولة المغربية من أجل إنشاء مراكز حوسبة سحابية في المغرب لأول مرة في المغرب هذه المراكز التي نضرع اليوم أولا سيسمحون بأنه يكون لدينا ما يسمى بالمراكز الحوسبة السيادية يعني أنه المعلومات السيادة السحابية كما قالت سيدة الوزير يعني المعلومات أو البيانات دينا يقدوا الضخمة تبقى في المغرب هذه مسألة إيجابية مسألة إيجابية الثانية هو أنه بالنسبة للشركات الناشئة اللي بغي تخدم في الدكاء الصناعي ما يمكن لكش تخدم في الدكاء الصناعي إلا ما كانش عندك حواسيب ضخمة لقادرة على هذا وإلا كنا في مجالات مقننة كمجالات الصحة أو مجالات الزراعة إلى آخره ما يمكن لكش تلقى هذه الحواسيب في المغرب فأنا تلقى الآن السماح بنقل التقنية أو التكنولوجيا إلى المملكة المغربية عبر أوراكل عبر أوراكل هذه مسألة إيجابية جيدنا مركز تكوين 1500 شخص أو 1500 فرصة عمل بالطبع فرص عمل ولكن بغي تنظر على فرص العمل هي فرص للشركات الناشئة أن يكون عندها الإمكانيات أنها تنتج وتبدع وتطور وحد المجموعة من الخدمات داخل اللي متعلقها بالذكاء الصناعي اللي كتحتاج حواسيب ضخمة اللي لا يتوفر تتوفر على الملكة في الوقت الحالي بالطبع بغي تنظر على أوراكل كانت واحد لإعلان أيضا لأدو بل فيس ليها أمازون اللي هو تاني أو أول أول شركة في المجال مختصة في المجال اللي حوسبة السحابية اللي تهوى دار شراكة مع شركة أورنش في المغرب وكانت مجموعة من الإعلانات الأخرى أنا أذكر على سبيل المثال للحصر إعلان من شركة ناشئة مغربية اللي هي يولا فلش متخصصة في المجال الزراعي واللي علنات على أنها قامت بالحصول على أكثر من سبعة مليون دولار استثمار من مجموعة من الشركات بينها سناديق استثمارية مغربية وعالمية إذن هذه مسألة إيجابية إذن باش نجاوب على السؤال اللي هو نوع الشركات الناشئة كانوا شركات ناشئة في جميع المجالات المجال الأساسي اللي كان هو موضوع الساعة كان مجال متعلق بالهيلت تك أو المجال الخدمات التقنية الصحية وكان شركات في المجالات الفينتك في مجالات الدكار الصناعي في مجالات الأغري تك أو الفلاحة المتطورة في مجالات متعلقة بالصناعة بالريتيل إلى آخره هذه المئتين شركة كانت عندها أروقة وكانت هذه الأروقة قرب أروقة مجموعة من الصناديق الاستثمارية أو الهيئات الاستثمارية العالمية تيرانديا ننذر فيما بغينا الفرق والمقاولات ديالنا هذا حق مشروع احتضان مثل هذه التظاهرات هو الذي يمنحك ذلك الفكرة هو أن المغرب أصبح في مركز أولا الناس شاهدوا بأن هناك شركة نجية عندها أفكار متميزة وأفكار خلاقة وهذا سمح أنه يجلب واحد جزء مستمر للاسف المغرب لم يكن معروف بالتكنولوجيا المغرب معروف بالسياحة ومعروف بالصناعة السيارات والصناعة السياحة والآخرية في مجال الاستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة وهذه مسألة إيجابية بالطبع الآن هذا يعني أن الصورة يعني 100% وردية يعني خصوصا نقوله بأنه هذه الشركات الناشئة ما زالت لحد الآن يعني كتتعاني من بعض المشاكل اللي ربما الآن يتم العمل لها من خلال الاستثمار من خلال التقنين أحيان تقنين في بعض المجالات نعطي مثل المجال الصحي أو المجال ديال الفينتك يصعب المأمورية على الشركات الناشئة تقنين تتحدث على المصاطر القانونية بعض المصاطر القانونية ما كتخليش أنه شركة ناشئة في المجال ديالفينتك مثل في المغرب بالمقارنة مع شركة اللي موجودة في نيجيريا أو في مزر أنها تقدر أنها تتحدث ربما هذا ما ستعالجه هو الاستراتيجية الرقمية هذا جزء من النقاط الأساسية لأنه نغير كان هدروا على استراتيجية الرقمية كان واحدة الخمسة در ركائز أساسي اللي موجودة في هذه الاستراتيجية أول ركيزة هي الركيزة التكنولوجية وجود البنية التحتية التكنولوجية الموارد البشري الموارد البشري هو الجانب الثاني الجانب التقنيني هو الجانب الثالث الجانب الاستثماري والمالي الاقتصاد الرقمي هذه أشياء الأساسية وبالطبع لا ننسى أن في الوقت الحالي المغرب الجزء الاقتصاد الرقمي لا يمثل في الوقت الحالي الأكبر نسبة فالهدف هو أنه يقول لنا شركة ناشئة لقيمتها المالية تكون كبيرة شفنا بأن في دول قريبة بحل تونس كمثال شركة في المجال ذكر السناعي تم شيره أهم طرف شركة عالمية في المجال اللقاحات بقيمة سوقية تجاوزت 700 مليون دولار وهو تقريبا 1.5% من ناتج الداخلي التونسي خصنا شركات من نفس النوع في المغرب هذا المثال الذي أعطيته لورا فريش هو مثال إيجابي كيف شركة أخرى بحل شاريه بحل وفر لتيح حصلت على قيمة سوقية لممتازة نعم لوفيت فوند يالها بدأ يتباعه ويدخل في شركات عالمية وهنا ربما نفتح باب النقاش أكثر حول أن الشركات لن تأتي هكذا اعتباطا ومن يأتي بتلك الشركة ويخلق تلك الفكرة لابد أن يكون قد كونا في هذا المجال وبالتالي جاءت ربما الاتفاقية التي وقعت مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التي فيها فتح مسالك على مستوى مختلف جهات المملكة من أجل تكوين وفيها أعطاء الأولوية لهذا المجال واليوم ينضف إليها هذه الشركات التي وقعت بالمناسبة جزء يسير منها في جولة وزيرة الانتقال الرقمي واصلح الإدارة السيدة غي تمزور إلى سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة وهي التي تحتضن كبرى الشركات وتم التوقيع على مثل هذه الاتفاقية من أمن شاهد هذه الصور مع مجموعة من الشركات الرائدة في هذا المجال ولكن اليوم لدينا خطة عمل لبرنامج سيستفيد منه 15 ألف شاب على مستوى التكوين في مختلف جهات المملكة وهنا أريد أن أتحدث ومناسبة شرط نعم ولكن نفس السؤال الأول مسألة الثقافة وفي الثقافة الرغبة والرغبة تعني الإقبال هل شبابنا اليوم في المملكة؟ نعم شباب وشابات تجد أمين وأنت تدرس في هذا الإطار لديهم القابلية للإتحاق أولا ثم للإبداع ثانيا وللإنتاج ثالثا أن يذهب إلى السوق مباشرة لأن الرأس المال جبان والشباب ربما دائما وأبدا يشتكي من غياب الدعم لمقاولات قد تكون إما تربح وإما تعصف بك وتعود بك إلى الوراء نعم الأستاذ نوفل كما ذكرتم وكما ذكر الأستاذ الخديثي في محور حديثي العامل البشري يشكل ركيزا بين الركائز طبع الحال للستراتيجية الرقمية المغرب 2030 وبدونها لا يمكن لنا أن نصل طبع الحال إلى تلك السيادة الرقمية حتى وإن كانت هناك الشركات إلى آخرين خاص دائما يكون عندنا رأس المال البشري المغربي مؤهل وبالتالي أعتبر أن الشراك التي تم توقيعها التي أظن تحمل اسم جوب انتك التي تم توقيعها مؤخرا من أجل تكوين تقريبا ماير 415 ألف عفوان الشاب يعني تهدي في طبع الحال إلى تأهيلهم على المستوى التخصوصات الرقمية الدقيقة هناك الذكاء الإصطناعي لأن الذكاء الإصطناعي بحداته مجال كبير وفي مجموعة من المتفرع متشاعب يعني فيه الاستقراء الآليل الخونتشاج أوتوماتيك الاستقراء العميق اللي هو مثلا تدير القراءة والتعرف على الصور وأصوات الأشخاص اللي هو الاستقراء العميق إلى آخره يعني كان مجموعة دي المجالات يعني متشاعبة ودقيقة وبالتالي حتى الإلمان بالعالم الرقمي هو كما ذكرتم كذلك في مقادمتكم يعني العالم الرقمي يتحرك بسرعة كبيرة التكنولوجيا يعني فقط نبدأ لأنه تاريخيا من 2004 إلى يومنا هذا في دار فقط يعني 21 سنة هي المدة الأبرز التي يعني بزغت فيه نعم الطفرة التكنولوجية السريعة وذلك الاصطناع غير في السنوات الأخيرة رأى فرق ما بين البدايات وما وصلنا إلى اليوم أصبح يوظف حتى في الحروب مع إسقاط على جميع المجالات كما ذكر الفينتاك يعني المستوى المالي وهنا تكلم على التقنين لأنه بالفعل كان المشكل لأنه نتكلم على العملات الرقمية وغيرها البينتكوين خصائط القانوني البنك المغرب كان قد فتح النقاش ويعمل على إخراج ترسانة قانونية في هذا السياق لكي أعود لمحوري السؤال يعني التكوين هو مهم وأظن أنه هذه الشراكة جوب انتك التي تم توقيعها كللت في مشروع تجريبي في شهر يونو 2023 بالنجاح بتخريج ألف شاب الذين تم إحصاء النسبة المئوية للإدماج في سوق الشغل التي قدرت ب73% هذه الدروس كانت جد سريعة يعني هي ما يستطيعي بذلك لابخونتي سا جاكسي لغي أو أن يتلقون السريع لأنه هذا المدة جعلتهم ما بين 3 إلى 6 أشهر تمكنوا طبع الحال أن يقومون بالتخصص في مجال معين بطبع الحالي ستكون هناك الأبجديات أو الأساسيات لبقي غوكي وبعد ذلك يعني تمكنوا من ولوج مقاولات سواء يعني موطنة هنا من تيناسيوناليكين هنا وتكلمنا على تيكنو بوليس تيكنو بارك كمحورين هامين فيهم كبريات الشركات العالمية اللي عندها فروع في المغرب في مجال الرقمي والعيتي لتكنولوجيا المعلومات والبيانات وبالتالي هذا كان مؤشر يعني دال لأنه خلال الآن أن الحكومة تمشي ترفع العدد 15 ألف عوض ألف اللولى وبالتالي تنظن على أنه الإقبال هو موجود تجربة حالة شخصية من خلال التدريس موجود الإقبال للدليل أنه الشباب المغربي تمشينا البر تمشي البر وهذا يعني محزن كذلك يعني سنشوف أنه كبريات الشركات العالمية في الدول الأوروبية إلى آخر موجودين مهندسين مغاربة في مجالات دقيقة في البيانات والمعلومات تحديدا هذا فقط مؤشر لوحدي كذلك في المغرب تكلمنا على أنه هذه البرامج التكوينية التي تم إنجازها تبنتها شركات كوبرا الشركات ناشئة هذه النسخة السابقة الأولى ديال جايتكس كانت 100 تكلمنا الآن على مئتين هذا التطور طبعا كانت إمكاننا نرفع العدد ومالقاهم مشوكين تلقاهم موجودين وكما ذكرت لا ومئتين تم منتقاؤهم نعم وتلقب دعم 95% تقريبا من الأروقة إلى المشاركة في جواز تصل قيمتها لمائة ألف دولار وأمور كثيرة جدا من الامتيازات التي منحة لها تماما كانت منتقاء دقيق وكما ذكرتم النقطة ستتبقى الإمكانيات الإمكانيات للأفكار الخلاقة لأن أصلا مقاولة ناشئة تعريفها يتمركز حول نقطتين أساسياتين الفكرة الخلاقة على المستوى الرقمي وتكلمنا أنه حلول رقمية وطنية 100% هذه ركيزة من ركائز استراتيجية وطنية الرقمية لـ 2030 بالعكس وفكرة الثانية تعطيها ولكن المغرب يعني يعتبر بقي جديد في الطور يعني بإمكانك أن تطور الكثير من الأمور وتجد جدوى اقتصادية تماما أطل ميد دار أطل ميد دار هذا هو المجل حصل بداية لكن ما يرهي هنا باش نختم بالنسبة للسؤال ما يعني ما ربما يؤرق الشباب المغربي هو كما ذكرتم أنتم أستاذ نفل في حديثكم هو ذلك النقطة المتعلقة بالرأس المال المخاطر لأن الشركات الناشئة لك أن تتمييز بالفكرة الخلاقة هالفكرة كي أنا غير جاوبك مليار و 400 مليون متفق معك يعني هاد جايتكس لكما قال أستاذ سيليكون فالي أردت خلقات هنا خلقناها لا كانت عبارة عن ندوات ومحاضرات فقط نمر عليها مروا الكرام وإنما كما قال الأستاذ الخديثي حطتنا قدام المستثمرين يعني يقولوا شباب في لقاء مباشر مع المستثمرين رؤوس الأموال باير دفن باش يمكن لهم يحطوا الصندوق الإيداء والتدبير عبر فراء الاستثمار مع صندوق محمد السيد الاستثمار وقعوا اتفاقية لدعم المقاولات الناشئة وتسهيل ولوجها إلى رأسها أنا قد لغا نجوك مليار وربع ميات مليون هذه فقط اتفاقية واحد تفضل هو ربما مقتصين أساسياتين في هذا المجال دي الاستثمارات لأنها بدأت المرحلة الأولى كانت ربما في البتداء من 2020 كانت صندوق الإستثمارية اللي تم الإنشاء ديالها ولكن كانت كتمول المرحلة الأولى ديال الشركة الناشئة الآن عن طريق صندوق محمد السيد الفكرة هو أن إنشاء المراحل الأخرى اللي كتسمه سيري A سيري B إلى آخره اللي هي مراحل في الوقت الحالي ما كنش ست مرات مغربية فيها أغلب الشركة اللي كتقلب على ست مرات في هذه المراحل كتحتاج أنها تمشي للخارج خارج المرحل بحثة عن تمويل بحثة عن تمويل ولكن الآن ربما غير تم إصدار هذا السناديق اللي تهم المرحل الثانية والثالثة من تطور الشركة الناشئة وهذا اللي ربما غير يدفع أن هذه الشركة تمشي للمراحل جميل كين حاجة أخرى تفضل أن المسألة اليوم نحن في عصر الانتقال نهاية الدورة التاريخية وبداية الدورة التاريخية الجديدة وهذا الدورة التاريخية الجديدة عنوانها الرقمانة وعنوانها اقتصاد البيانات وأي دورة تاريخية منك تجي تكون عندها تأتي الأربعاء الأشياء على الأسرة وعلى المدرسة وعلى السوق وعلى المهن فاليوم ما نعيشه في المغرب أو ما يعيشه العالم نقدر نقول لك أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة جماعة بين الدكاء الاستراتيجي الشرقي والدكاء الاستراتيجي الغربي الدكاء الاستراتيجي الشرقي بقيادة الصين الذي يعتمد على العمل الجماعي من أجل الخلق التروى وتحقيق التروى والدكاء الاستراتيجي الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الذي يركز على الفعل الاستراتيجي فالمغرب اليوم بقيادة جلالة المالك يركز على الجمع بين العمل الجماعي والعمل والفعل الاستراتيجي وهذا هو الأهم أن تخلق داك استراتيجي تالت لليوم بفضل الرعاية السامية والقيادة المتبصرة صاحب الجلالة غادي في هذا المجال الحاجة الثانية اللي سنرد طولها والقلالة المغرب اليوم أصبح رائد ويتجه لأن يصبح منصة رقمية في المجال الرقمي على المستوى القارب مشكلة كبيرة أن المغرب ذلك الرجل الذي يريد أن يمشي برجلين الاغتناء الداخلي يساهم في التوسع الخارجي والتكامل الخارجي والتكامل الخارجي يساهم في رفع ناصيب الفرد والاغتناء الداخلي صحي وهنا أريد أن أسأل معك دائما وأبدا أستاذ أمين سامي يعني اليوم تفتخر وزارة الانتقال الرقمي بأن أكثر من خمسمائة خدمة عمومية تمت رقمنتها وهي أيضا نفس الوزارة التي تحمل إصلاح الإدارة في شق آخر ولا يمكن لدولة أن تتطور في هذا الاقتصاد الرقمي في هذا العالم المتطور والمتسارع دون أن تكون الإدارة بطريقة أو بأخرى مرتبطة بها علجنا مسألة التمويل علجنا مسألة البنات التحتية والدعم المالي ولكن إن لم يكن لك حاضنة إدارية بمرافق الدولة مقبلة على هذه الرقمنة مطبقة لها فإنك ربما لن تنجح أي مشروع فيما يخص استراتيجية المملكة الرقمية التي سيكشف عن تفاصيلها فيما بعد وفيما يخص التطبيق وفيما يخص أيضا إعطاء وزارة مستقلة كوزارة منتدبة نعم لدى رئيس الحكومة ولكن فيها أجهزة فيها إدارات إلى غير ذلك وكل هذه الأمور التي فيها هل بالفعل تعبر عن إرادة سياسية ولكن في نفس الوقت تعبر على أن المملكة جعلت الانتقال الرقمي خيار استراتيجي أيضا أعقيد خيار استراتيجي وأنا سأحيلك على التقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللي حاول التحول الرقمي ودار دراسة في نهاية التقرير حاول إلى وضفنا التحول الرقمي شحالها سوف نقتصده بالفلوس ماليا بالنسبة للمقوالات القيمة المالية إذا وضفنا التحول الرقمي سوف ينربحوا مليار وستمية وربعة وتسعين مليون ومياتين وواحد وثلاثين الف وربعة وتمنتاشر درهم ثانويا جميل وبالنسبة للناشطين المشتغلين سوف ينربحوا تمنية المليار و 940 مليون و 721 ألف درهم ما مجموعه عشرات المليار و 640 مليون و 952 و 418 درهم مداخل السياحة هذا سيساهم في الارتفاع الدخل الفرضي تقريبا 1% 0.9% في النتيجة المحل الإجمال جميل اليوم هذه العملية ولكن تجليات هذا التحول الرقمي هذا الانتقال الرقمي يعني نعطي أمثلة مثلا تحدثنا عن الخدمات العمومية جميل أن تكون 500 خدمات عمومية ولكن هل بالفعل على أرض الواقع تطبق؟ هل بالفعل على أرض الواقع لها نتائج؟ مجالا في عالم الاستثمار في عالم خلق المقاولات في عالم الحصول على وثائق في عالم البيع والشراء اسمح لي يعني غير كاستفسار فقط ربما أستاذ أمين إسمح لي أنني ربما لن أتفاق تماما من فعل الجانب بالفعل المغريب حاول أنه يطور في الجانب الأول لكن الجانب دي التحول الحكومي أنا أظن بأننا وحد أنا قمت بمهام سيشارية في الخليج وفي بعض الدول وكان لاحظ بأننا ربما أننا وحد شوية دي التأخر سنقبله ربما أنا أعطي أمثلة محددة في المجال دي التحصيل الضرائب عنا خدمات ممتازة يعني إذا شفنا بحلبة لفينيات المواطنين دابا في أي وقت يقدم من دونكا من تليفون من تليفون إلى آخر المشكلة غير مطروحة لحيث فيها مداخل المسائل اللي عندها مداخل لا يتعطي فيها المسائل الأخرى ربما نعطي مثال بحلبة خلق الشركات هذه ربما موضوع اللي نتكلم عليه كثير من عرش السنوات ولحد الآن ما زل معنا وعنا ميثاق استثمار وعنا ميثاق استثمار والبنية التحتية موجودة إنها تم إنشاء المنصة ولكن عدم إطلاقها كان بسبب أنه كان قوانين تنظيمية ربما لم يتم ما زال ما خرجت فهذا جانب ولكننا قد نعطي جونيب أخرى شوف الجانب الصحي كمثال الجانب الصحي المغريب لحد الآن مع الناش من الصحة الرقمية صحية إحنا قيل الله كانت حدثوا على وإيكانت جزء من نقاشات جايتكس بالفعل وجزء أساسي إحنا الصحة الرقمية مع الناش إذا ما زل الناس يهزو ذلك الورقة وخصوه يمشي غير يمشي عن الطبيب وخصوه يطبع له وما زال هذه المسألة يعني أنا ما نقوله بداية بالمقارنة مع دول ربما قلنا منها منصات وداتا وملف طبيب ملف طبيب بالفعل فهذه الأشياء ربما لا قاعد أخذ وقتك لا قاعد أخذ وقتك لا قاعد أخذ نقطة أنا كنظن بأن ربما عندنا تأخر في هذا الجانب والتأخر ماشي بالضرورة السبب ديوله أنه تقنيا لا نعرف كيف ربما كان مام الحلو في بعض الأحيان موجودة ولكن كان إشكال في بعض الأحيان هو أنه في بعض المجالات كان واحد نوع من اللوبيات أو كان واحد نوع من المصالح التي لا تريد أنه ألقى هذا الرقمانة ولكن أنا علش تسألت قلت إرادة سياسية وخيار استراتيجي يعني ما لا تسهل فيه الجانب الثاني هو أنه الحوكامة دي المجال الرقمانة أنا أظن أنه من صالح من صالح هذا المجال ومن صالح البلد أنه يكون بحال الشكل الحوكامة دي المجال الطاقي أو المجال الصناعي ما تبقاش في وزارة منتدباء تابع للوزارة الأولى هذا مجال الاستراتيجي اللي يخصي يكون على مستوى الوزارة الأولى مباشرة لأنه غير تبغي أنا أعطيك مثال بسيط غير تبغي تحول وزارة الانتقال الرقمية غير تبغي تعاون في تحويل المجال الصحي ليس لها سلطة على المجال الصحي ولكن عليها سميت وزارة منتدباء وزارة منتدباء أو وزارة منتدباء لدى رئيس الحكومة حيانا على احتكاك مباشر برئيس الحكومة ودليل لأسمحة الاجتماعات الاستراتيجية الرقمية للمغرب هي رأسها رئيس الحكومة وبتدخل مع مجموعة من القطاعات التي كانت حاضرة الاجتماعات وقدمت مقترحاتها ولكن لقرنا بالمجال الطاقي كمثال للهيئة المتكلفة بموضوع هي على مستوى أعلى سلطة في البلد هنا ربما أنا أظن بأن يجب والله أعلم أنا كنظن بأن خصنا نحاول ما أمكان حتى هذا ماشي مجال ماشي قطاع هو تحول مجتمعي واقتصادي كامل شوف أنا متفق نأكف واحد جزء ولكن لا يمكن أن ننكر ما حققه المغرب على مستوى تحديث الإدارة العمومية صحيح صحيح أن اليوم في هذا التحول الرقمي بدين والمشوار باقي طويل صحيح ولكن ما يمكن اليوم عن قارنه المغرب مع دول مثل قطر ومثل الإمارات اللي هما لهم بعطاوين في هذا المجل سيد زهير يتحدث ربما عن السرعة صحيح عن تسريع الإجراءات صحيح سينيغال ورواندا شو ما كان درجانا رواندا متقدمة ومتطورة كينيا هي الأخرى ولكن لا ننسى أن اليوم ما يحقق أو ما تحقق يجابي جدا المهم شنو هو التسريع ديال العمل وهذا اللي جابه التوجه العام لستراتيجية وطنية الرقمية أنك تهدر على تسريع وهناك مخطط مغرب الرقمي 2030 يعني لا يمكن أن يوضع هكذا عبثا وما نساوش أن الرؤية الملكية تتكلم على واحد المسألة أساسية وهي الاستفادة القصوى وجني اعتمار التفرار الرقمية أولا لماذا لاستفادة القصوى من أجل تقليص الفجوات وتقليص الفوارق سواء على المستوى الوطني أو الفوارق المجالية وأيضا تجيع الشباب على خلق منتجات مئة في مئة مغرب وهنا سنرجع معك الوحد العملية الأساسية أن اليوم كان عانيه من الكل يتكلم على البيطالق راه الحل أن الدولة اليوم المقاربة الجديدة لخفض البيطالة هي تكوين الشباب وإعطاءهم المهارات بدل التوظيف المباشر وبالتالي اليوم كتعطيهم المهارات من أجل تطوير وخلق مقاولة ناشئة تساهم في الاقتصاد المحي صحي أمين فقط وسأعطيك الفرصة للإجابة في هذا المعرض حازت مؤسسات وطنية على جوائز ممكن نذكر مديري العام للأمن الوطني جائسة رياضة وزارة التجهيز والنقل المملكة المغربية وحسب السيدة الوزيرة التي كانت تجلس مكان زهير قبل أسبوعين تحدثت عن مجموعة من الأمور مثلا ترحيل الخدمات ولا يمكن أن نستثني هذا القطاع الذي يحقق مبالغ مالية ضخمة وضخمة جدا وفيه اليوم ما هو أصبح جزء لا يتجزأ من عادات استهلاكية للناس وفيه شركات ضخمة وعالمية يحقق المغرب أرقام يعني مشرفة ومراكز عالمية مشرفة في نفس الإطار أيضا نتساءل عن القطاع الخاص القطاع الخاص هو مستفيد ولكن في كثير من الأحيان اليوم نشاهد أن مقاولات ناشئة شباب في حيس كبير لا أملك الرقم أو النسبة هو من يقبل على هذا المجال هو من يدفع بأفكار وهو من ربما يلجأ إلى تمويل وساء المبتكراء أو حتى بالاستدان عبر قروض بنكية هل يمكن أن نصل ذاتا يوم إلى شركة مغربية والمغرب طموح هذا الشعب وهذه الأمة يعانق عننا السماء كمايكروسوفت كشركات سيليكون فالي في الولايات المتحدة الأمريكية كهواوي الصينية وغيرها نعم الأستاذ نوفل فقط لكي أجيب على الشيق النقطة التي كانت بين الأستاذين السامي والأستاذ الخديسي أدون على أن هناك مبادرات مهمة يعني في سنوات الأخيرة يمكن أن نقارن من 10 سنين إلى 20 سنة الفارطة للمنصات الرقمية ما كانتش قايا أكيد أن هناك تحول وهناك ديناميكية لكن ما تحدث عن الأستاذ الخديسي من المنصات ماشي منصات رقمية والإي سيرفيس خدمات رقمية سوريا ماشي أنها خدمة رقمية التي تعلنها مؤشرات أنا عرف وش ندر فيها المواطنين وش حصلوا على الخدمات وإحسن الخدمات الرقمية رفعها شقين كالخدمات الرقمية الجزئية والخدمات الرقمية المئة بالمئة لأن الجزئية مثلا أخذ موعد في منصة رقمية لا يعفي كمن ذلك تنقل ذهب إلى المركز ذات الرقمية وعبر الاستراتيجية الرقمية وبالتالي ما يجب أن يكون عندنا أنه يكون هناك أكيد نتجاوز هذه المرحلة نعم لسنا بمحاكمة الخدمات العمومية في هذه الحلقة بقدر بقدر أن نستشرف عبر جايتكس ما يمكن أن يكون عليه مغرب الغد بطبيعة حال فقط هو أنه في التحول الرقمي أنه خاصة يكون هناك ويطبع حال إيران حتى ننجح هذا هو هذا دستور المملكة واضح الربط المسؤولية بالمحاسرة اللي حصل رامشي دولة قائمة الذات بمؤسسات تحترم وأعتقد أن هناك اليوم المغرب مختلف عن مغرب الأمس لأنه اليوم أصبح يقيم الأثر وهذا أمر جميل يطلق استراتيجية يقوم بمناظرات نرى ما بعد ذلك الحصيلة ونقيم الأثر فيما بعد ثم نبحث عن خطوة أخرى إلى الأمام القطاع الخاص وعالم الرقمي بالنسبة للقطاع الخاص أعتبر أن القطاع الخاص سيولج يعني الاستثمار في المجالات الرقمية وأنا قد نعود رجاء لنفس النقطة التي ترتلها في تدخل ديالي السابق على اعتبار أنه المشكل في المقاولات الناشئة هو أن الأفكار التي ستكون تكنولوجيا عموماً ومقاولات الناشئة تتسلم ما يصطلح عليه بالأفكار الجديدة الوريجيناليتي يعني هذا النموذج الاقتصادي الذي يحمل خطر كبير على المستوى رأس المال ما تتشيش للقطاع الخاص نظر لهذه المجازفة نعم أتكلم فقط على رصد الواقع الآن ما يتضافر من جهود في الأوين الأخيرة أكيد يلوحه بأمل في الأفق على اعتبار أنه من يسجي عندك شركات كبيرة تحت الريحال من يتكلمنا مؤخراً على أراكل وعلى الحوسبة للسحابية فهذا ما سيكون عنده أتغيف المغرب ستخاص بي شمال إفريقيا لأنه الدول الإفريقية بالتالي المغربية تم موقع هذا شي جاي تكون حتى يقالي ستجي وإنطلاقاً من المبادرات ستنجح بالتالي القطع الخاص سيقدر بهذه الجهود الأخيرة أنه يولج بشجعة أكبر وبطمئنان أكبر وبطيقاء أكبر يعني يدخل رأس المال يمشي مع خط التوازي مع المقاولات العمومية إنه لا تماماً شراكة ناجحة قطع عام قطع خاص قد تكون وممكن تزيد شراكة قطع عام قطع خاص مجتمع مدني صح نعم إذا انتقال من شراكة القطع العام قطع الخاص إذا شراكت القطع العام قطع الخاص المجتمع المدني فالقطع العام يؤثر وينظم لأمالية والقطع الخاص يساهم في خلق التروى والمجتمع أو القطع المدني هو المستفيد من التروى فبالتالي سندخل الواحد المقاربة التي هي أساسية التي ندي بها صاحب جلالة وهي المقاربة الإنسانية الإنسان هو الذي ينتج التروى والإنسان هو المستفيد من هذه التروى سيزوهر أنا ربما ندير المعارضة ولكن يراميش من أجل المعارضة لا 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 هنأتوا المسؤولين على ولكن يلازم أن نقول الأشياء كما أظن أنه على العقل من وجهة نظر القطاع الخاصة في المغرب من سوج وأنه قطاع جزء كبير منه مبني على منطقين منطق الريع ومنطق الواسطة والمنطقين ليس منطقين خلق القيمة أو لا يقبلان خلق القيمة أو ليس متجين لخلق القيمة الشركة الناشئة عندها تفكير آخر لإشكال ذا بليل اللحظين هو أنه الشركة الناشئة التي تريد تعاون مع القطاع الخاص المغربي تلقى مشاكل لماذا؟ لأنها تمشي في اتجاه الإبداع والخلق القيمة والقطاع الخاص بشكل عام هنا ربما لا كن الناس الذين يخدمون الذين يخلقون قيمة كن استثناءات ولكن أنا كنت نظر بشكل عام كن كانت مبادرة ربما يجب أن نشير إليها لأنه واحدة المجموعة المغربية من أكبر المجموعة توقيع شاركة مع ميكروسوفت باش يكونوا داروا واحد للإنستيوت متو آي آي إنستيوت باش يكونوا مهندسين أو فاعلين في المجال ديال الدكار السناعي إذا هذه مسائل إيجابية ولكن بالمقابل أنا اللي أردت أن أشير إليه هو أنه يجب أن تحول جدري في عقلية القطاع الخاص في المغرب لأن القطاع الخاص الآن ربما ما كيسهلش المامورية للشركة الناشئة على الأكس ما تسمح ليش أن نقول لك مثلاً القطاع الخاصة يقول لك فيني السنكيام جينيريشن مثلاً يجي يقول لك مثلاً أنت أنا اليوم تتقول لي العالم الرقمي واش المغربي اليوم يثق في أداء الفاتورة مثلاً على مستوى رقمي الإلكتروني واش قبل ما يصدر القرار الخاص بمنع الشركات من أن تأخذ رسوم مثلاً على الفواتير التي تدفع بشكل رقمي ما كان دونك المواطن غي يهرب منها أنا بغيت نوصل الفكرة بطريقة أو بأخرى أنه يقول لك شكل لي بأحاضنة ربما أجد فرصة لي بطبع وذكرت في المثال الذي ذكرتها أستاذ نوفل المثال لهواوي هووي مثال لشركة للدولة حضنصها وتحرف في الولايات المتحدة وتحرف في الولايات المتحدة كان أقام الدنيا ولم يفعدها لأنها لأنها مدعومة من طرف من الدولة الصينية واسمح لي يعني ميتا تيك توك بالطبع يعني يشوف السباق نحن اليوم أمام قطبية أوحادية ولكن قطبية ثنائية في التكنولوجيا الحديثة وحضور المعسكر الشرقي حقيقة الحرب أستاذ نوفل في هذا الموضوع هي حرب بيانات لأن هذه البيانات هي أساس الذكاء الصناعي صحيح الولايات المتحدة لا تريد أن الصين تكون عندها نفس مستوى البيانات وهذا سؤالي المباشر لك بعيدا عن خلافاتكم وبعيدا عن لا مشي خلافات خلافاتكم في الرأي فيما يخص تقيم ما وصلنا إليه في هذا العالم هو دور القطع العمومي والقطع الخاص ولكن أين نحن في عالم الذكاء الاصطناعي الذي هو الآخر كانت شركات كبرى حاضرة والتقاها المسؤولون المغاربة يعني الوزارة المعنية أو حتى المقاولات الناشئة أو حتى الرواد في هذا المجال والذي نعتقد أن أفريقي هي الأخرى بحاجته في الزراعة والصحة وأمور كثيرة جدا هذه القارة العذراء التي يصفها البعض بقارة القرن الحادي والعشرين وإن كان المغرب صباق في هذا الأمر أعتقد بأنه من طانجة إلى كيبتا قد يفرض وجوده بشكل كبير وكبير جدا طبع شوف موضوع ذكي سنايب هو موضوع أنا كي يجيب لي شوية يحز في قلبي لأنه رأى واقع تحول اللي نحن ربما نشاهده رأى طريقة العمل دينا اليومي ستغير كلنا كيف ما كان نعشي إضافة لمهن جديدة المهن جديدة ستخلق طريقة خلق القيمة ستتغير بحال كيف في هذه عشرين عام ما كانت واحدة يخدم بالأورديناتور بكل شيء ما كانت مشي لأي شركة كل شيء بأنك يخدم بالأورديناتور نفس الشيء سيقع في هذا المجال دي اللي تقع استناعي الإشكال الآن هو بالفعل نحن تعطلنا شوية في المجال دي التحول الرقمي أنت ستيتي هذه السحابية هذه مسألة إيجابية يعني ذكال استناعيك يحتاج إلى مخازن للبيانات الضخمة اليوم أنت تقترب عبر أوراك والغاية غيرها من الشركات فبإمكانك أن تعمل في هذا المشأ أنا شوف بالطبع وهذه ذكرت والكذا ما غيرت لديك لا أنت بشي تعمل أنت لجي تجايتكس لن يكونوا حاضرين معك ويعرفوا أنك عندك إرادة وعندك قوانين منظمة وعندك موقع المستوى قارتك وبالتالي بالفعل هذه مسألة إيجابية ولكن الذي ينقص الآن في الوقت الحالي والليه مسألة وسألت مسألة حياة أو موت هي معناش استراتيجية واضحة في مجال الذكاء الستناعي أغلب الدول أنا كنقول دول إفريقية من بينها دولة ككينيا من بينها دولة كبينين لا أدر لي كساعة الوزيرة لا لا رجعوا لنا غي تمس استراتيجية الآن دول كبيرة معناش أنا أعطي كمثال دولة كسلطانة عمان عندها استراتيجية في مجال الذكاء الستناعي والآن في الوقت الحالي أنا عندي بوهي مسشارية معهم بكي عملوا على الـ GPT ديالهم أو الـ LLM Large Language Model ديالهم هذه مسائل التي ممكناش نتعطلو فيها أنا متافق بأن سنصرعوا بتحول الرقمي وهذه مسائلة إيجابية وكذلك تتصد يعني الانتقال الرقمي تشمل كل شيء لا الانتقال الرقمي تشمل كل شيء ولكن جميع الدول عندها بغيك ذكاء الستناعي كون استراتيجية متفرعة مستقلة جميع الدول عندها استراتيجية متفرعة خاصة بالذكاء الستناعي نرى فرنسا عندها استراتيجية ديالها التي تقطعها في 2018 نعم المملكة العربية السعودية منذ 2017 عندها استراتيجية بالذكاء الستناعي وعندها هيئة هيئة خاصة سميتة صداية مكلفة بالذكاء الستناعي وهذه الهيئة تقوم ب راكانت حضرة عالم أبرز الشركات السعودية وقعت شركات مع فرنسا ومع مؤسسات دولية كانت في جايتكس وساهمت بشكل كبير المملكة العربية السعودية أطلقت صندوق سيد ماري اللي فيه أكثر من 44 مليار دولار وما عندكش 44 مليار دولار لا لا أنا متافق إحنا 51 مليار درام دياله المهمة الحمال الاجتماعي وكان قلبوا على الاستدامة المالية العمومية لا يعني كيقولوا مدفراشك على قدر جليك أنا حسن 44 مليار دولار عنا 40 مليون مواطن وعنا شباب المبدأ شباب الآن أنا شوف ربما أتفق مع الأستاذ أمين اللي قال قبيلة عنا ناس في المجال دي البحث العلمي لا في المغرب لا خارج المغرب من قانات سيدوهير واللي أنستال الأوتلوك في جوجل مغربي اليوم يعمل في جامعة بن قرير تبارك الله التي نفتخر بأن فيها مؤسسة للابتكار والإبداع وتوقع شركات مع مؤسسات وطنية مع جامعات مغربية وتكون موارد بشرية قادرة على التمييز والتألق في الذكاء الاصطناعي المؤتمر فيه الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة ولكن فيه دون أن تخطئ العين ما يسمى اليوم بالأمن السبراني نعم وهذه كلها يعني كل الطرق تؤدي إلى روما سأمشي معي في دقيقة لأنه الوقت دقيقة أن الرقمنا والتحول الرقمي سيدفعونا وسيساعدونا على التحول نحو المدون الدكية إن شاء الله إذن اقتصاد البيانات اليوم وجيد تاكس اليوم هو رافعة من أجل تحويل المدون الكبرى والأكتاب الكبرى المغرب إلى مدون دكية والمدينة الدكية هي منظومة لمن حيث النقل لمن حيث الحياة لمن حيث الخدمات لمن حيث الحكامة المحلية فبالتالي اليوم الرقمانة أو التحول الرقمي خصو يكون يحقق أهداف التنمية المستدامة ويساهم في تحقيق التقارب بدل تباو وهو أيضا ليس منوطا بوزارة أو بإدارة هو من الجهة إلى الجماعات الترابية إلى المدرسة إلى الجامعة إلى ربما حضانة الأطفال كسؤال أخير ونحن نتحدث عن مشاريع استراتيجية كبرى أيضا اليوم من دفتر تحملات أهداف بحجم المونديال وأن يكون لديك خدمات رقمية مقدمة للجماهير التي تزورك وتسهل عليها الولوج إلى الميادين وإلى الفنادق وغيرها واليوم الوزارة تعمل ضمن اللجنة الخاصة بتنظيم المونديال في هذا الإطال بمعنى آخر أنها جزء من كل وكل من جزء مختلطة في كل مجال نعم الأستاذ نوفل أعتبر على أنه الأحداث التي سيقضي المغرب على تنظيمها ستسرع أكيد وطيرة هذا التحول الرقمي داخل المغرب ويمكن أن نصل المستوى الذي تكلم عليه الأستاذ الخليسي للتو المتعلق باستراتيجيات فرعية منبطقة من هذه الاستراتيجية الرقمية المتخصصة في الدكاء الاصطناعي الانترنت الأشياء والأمن السيبراني أنا كنخاف من دكشي اللجان نعم إخلاعني دكشي لجانا 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 تتشتت المسؤوليات دون أن نهم الجانب الذي أشرتهم إليه للتو وهو الأمن السيبراني وكذلك تخليق الاستعمال الدكاء الاقتصادي مع تخليق هذا الاستعمال وتكلمنا مؤخرا أن المعادة الملكية للدراسة الستراتيجية أصدر تقرير الدكاء الاصطناعي المسؤول والمخلق يعني حذاري من بعض المطبات وبعض الزلات التي قد تقع في هذا الانفتاح على الجانب التكنولوجي حتى تبقى لنا سيادة حتى نحفظ على المعاماتنا من طرف اليونس وليسر بعيد لغباء صحيح وكي نحتل قرار المغربي الأمريكي للمبادرة المغربية الأمريكية بشأن تقنين دكاء الاصطناعي هو قرار غير منزل ولكن هو قرار جريء وقرار أولي وبما تحدث عن الأمن السيبراني كان المنتدى الأفريقي للأمن السيبراني في مرافش وحضور وازن ومخرجات جيدة إذن المملكة اليوم حتى على مستوى تظاهر من هذا الحجم فيما يخص جايتكس هي مكسب قبل كل شيء حتى أنها اليوم فرضت علينا أن نعجل حلقة خاصة لمناقشتها مع هذه النخبة هذا أمر إيجابي جيد حتى إن كان هناك شاب اليوم يستمع ويشاهد ويريد أن يطور فكرة خلاقة في هذا المجال قد يتحفز من خلال ما قدمتم من نقاش فيه تجاوب ولكن فيه أيضا اختلاف شكرا لك أمين سامي الخبير في التخطيط على استراتيجي قيادة التغيير للشركات والمؤسسات شكرا لأستيزوهير لخديس المستشار في التحول الرقمي شكرا جزيلا لك أيضا أمين سنوني أستاذ جامعي في علوم المعلومات والبيانات والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة لكم أجمل تحية أينما كنتم إلى نقاح